يا صباح الخير والفل والجمال على أحلى مشاهدين لقناة مدرستنا 3 وبرنامج طبور الصباح في كل مكان برحب بحضراتكم في آخر حلقات هذا الأسبوع محضرين لحضراتكم بكالعادة أخبار وفقرات متنوعة يا رب وبتمنى أن هي تنال إعجابكم وتستفيدوا منها خلوني أبدأ الحلقة النهاردة بخبر الحقيقة هو سعيد ومفرحني أنا بشكل شخصي هو أن مصر نجحت في استعارة 17 قطعة أسرية من الولايات المتحدة الأمريكية منهم تابوت أسري معروف باسم التابوت الأخضر واللي كان تم تهريبه بشكل غير شرعي التابوت الأخضر هو عبارة عن غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة وحجمه أكتر من 3 متر ومصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيرغليفية وتم تسليمه للسيد وزير الخارجية السيد سامح شكري في مؤتمر بمقر الوزارة وده كان بحضور وزير السياحة والأثار الدكتور أحمد عيسى ورئيس المجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري والقائم بالأعمال الأمريكي في القاهرة الخطوة دي جات يا جماعة بعد سنين من الجهود ومباحثات بين الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية انتهت باسترداد أثارنا من تاني الحمد لله الحقيقة هي خطوة مهمة جدا في سلسلة استعادة الأثار المصرية اللي تم تهربها للخارج بطرق غير شرعية الوزير سامح شكري أكد على التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة أثارها اللي لا يقدر بسمن ده تاريخنا اللي لازم نتمسك به وندفع عنه كمان وضح خلال المؤتمر أن مصر من أوائل الدول اللي وفقت على اتفاقية لاهاي سنة 1954 واتفاقية اليونسكو سنة 1970 اللي بينصوا على حظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية مصر حريصة جدا على وجود اتفاقيات سنائية مع الدول الصديقة لحماية التراث الثقافي والأثار وده طبعا بيشمل استرداد الأثار المهربة للخارج على فكرة مصر بتخطط كمان للتوسع في توقيع اتفاقيات مشابهة علشان تسهل عملية استعادة الأثار المهربة للخارج خصوصا ان في دول الحقيقة بتسعى او بتتعاون في رجوع الأثار من تاني لين منهم مثلا دولة الفاتيكان اللي بدأت تاخد خطوات ايجابية في ان هي ترجع أثارنا المصرية اللي هناك خلينا اقول لكم ان مصر نكحت خلال عشر سنين اللي فاتت في استعادة مجموعة كبيرة من القطع الأثارية واللي تقريبا وصل عددها ل29300 قطعة أثارية وان شاء الله خلال فترة اللي جاية هنقدر نسترد كل أثارنا المهربة هي خبر مبهج فعلا لان أثارنا لا تقدر بسمن هي بتحكي تاريخنا وثقافتنا ويعني احنا زي ما دايما انا بقول احنا دولة ما قبل التاريخ وزي ما الناس كلها عارفة يعني مش مقولة مش أنا صاحبها يعني فالحالي لازم نحافظ على تاريخنا ده علشان هو البي بنقدر نحكي حكايتنا من بداية الزمن